أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة ضبط الإعدادات الخاصة براوتر لثريجية لبين إيدي من شركة D-Link رقم الموديل D-WR730 خليكم معنا بهذا الفيديو قبل ما نبلش الفيديو أصدقائي بتمنى منكم أنه تدعمونا بالإعجاب لأنه هذا الشيء عم يزيد من انتشار الفيديو ياريب تشتركوا معنا بالقناة وتفعلوا زر الجرس إذا كان لديكم أي سؤال عن هذا الراوتر تركونا بالتعليقات أسفل الفيديو وقبل ما نفوت على واجهة ضبط الإعدادات الخاصة بهذا الراوتر على الكمبيوتر يا شباب حبيت أعرفكم على بعض الأمور بالراوتر أول شغلة عندي زر تشغيل الراوتر بهذا المكان بالأعلى وبالضغط لمدة 3 ثواني يشتغل الراوتر معي هذا أول موضوع الزر الثاني اللي بين إيدي لي هو تفعيل وتعطيل WBS من لاحظة بهذا المكان عندي هون مدخل صغير للكرت الذاكرة إذا حبيت توضع بداخله كرت ذاكرة وتوصله على جهاز الكمبيوتر للاستفادة من المواد اللي بداخله أو عن طريق الشبكة نفسة اللي متصل فيها ويرليس ممكن تستفيد من المواد اللي بداخله عن طريق واجهة البرمجة اللي رح نتعرف عليها لاحقا طريقة فك الغطاء هو عن طريق السحب إلى الأسفل بسحب الغطاء بنلاحظ أنه نفك معي بهذا الشكل نلاحظ في وجود دبوس أو مكان دبوس صغير مثل ما نرى بالضغط لمدة 10 ثواني 10 ثواني عن طريق دبوس بهذا المكان يعمل ريسيت الراوتر طبعا بشرط يكون شغال الراوتر يكون شغال الراوتر تمام شباب إذا بالضغط لمدة 10 ثواني طبعا تحت البطارية رح نلاحظ وجود مكان بيت السيمو هو من القطع الكبير القديم لأنه الراوتر قديم شوي بإمكانك استخدام حاضنة سيم لوضع السمايات الجديدة هاي بالنسبة لخلف هذا الراوتر طبعا منلاحظ بهذا المكان وجود الرقم لفريموير الخاص فيه بالإضافة لأسم الشبكة بهذا المكان إذا واضح معكم طبعا نفسه اسم الشبكة أو اسم شبكة الويرلس وكلمة مرور الويرلس ستلاحظها خلف الغطاء مثل ما نرى وأيضا كذلك الأمر موجودة بهذا المكان فقط ما في أي شيء تاني يذكر خلف الجهاز وطبعا بالنسبة لتشغيله مثل ما ذكرنا بضغط لمدة ما يقارب الخمس ثواني أو أقل منلاحظ أنه ظهرت عبارة ديرينك وهلأ هيك اشتغال الجهاز طبعا في عدة عبارات رح تظهر عندي على الواجهة أهم أنه يكون آخذ شبكة الاتصال وعم يبث الويرلس وبعد ما شغلنا الروتر يا شباب منلاحظ على الشاشة ظهور عدة إشارات من على اليسار إشارة شبكة الاتصال أو شبكة الجوال منلاحظ أنه هي حاليا فل وجنبل منها عبارة H أو H بلس أو 3G تمام؟ وهي حسب الشبكة العاملة عندك بمنطقتك أو حسب قوات الإشارة بيأي بعض منها إشارة الويرلس بيأي بعض مننا إشارة الكرة الأرضية ودليل على أنه فيه إنترنت هلأ حاليا على الروتر بعض منها في عندي رسالة وهذا الدليل أنه جايتك رسالة SMS وأخيرا في عندي هون رمز البطارية وقديش مليانة البطارية الخاصة بهذا الروتر بإضافة إلى عبارة MTN أو Serietail أو حسب الشبكة أو اسم الشركة اللي أنت متصل فيها من شركات الاتصال بالجوالات طبعا يا شباب أحيانا أحيانا ممكن يطلع عبارة بين هون وعليها إشارة تعجب تحت عبارة اسم الشبكة أو اسم الشركة المزودة للاتصال هذا البين بدك تدخل على الإعدادات وتحط البين كود الخاص بشريحة الاتصال إذا أنت سابقا كنت حاطت البين كود بالتالي ما حيتفعل عليها الانترنت إلا لتفوت على الإعدادات الخاصة بهذا الروتر على الكمبيوتر وتشيل البين كود أو تحطه بداخل الإعدادات وتقول له موافق وهلأ رح ننتقل على جهاز الكمبيوتر لنشوف طريقة ضبط الإعدادات الخاصة بهالروتر يلي بين إيدينا خليكم معنا وهلأ ننتقلنا يا شباب لجهاز الكمبيوتر لما عرفت والتعرف على طريقة برمجة الروتر المحمولة لبين إيدينا شباب ملاحظة مهمة جدا أنا قمت بوصل الروتر حاليا عن طريق كابل اليو اس بي وفيك توصله أيضا عن طريق الويرليس عندك على جهاز الكمبيوتر طيب عن طريق كابل اليو اس بي هو أنا بفضله أكتر لسرعة الوصول بشكل أفضل زر يميني على رمز الشبكة هون وفتح إعدادات الشبكة والإنترنت بنتقل عن تغيير خيارات المحول وملاحظون إنه موجود عندي عدة شبكات ومن بيناتها الديلينك الـ HSPA Plus Mobile Router الي هو الروتر المحمول الي بين إدي يعمل شبكة لحاله من تلقاء نفسه رح أعطل باقي الشبكات واللي مفصول عنها الكابل ما حقرب عليها رح أتركها ما عندك مشكلة بتحب تعطلها كذلك الأمر لاحظ صديقي إذا بضرب عليها ضربتين لهي الشبكة وبقول له تفاصيل رح لاحظ إنه عنوان الـ DHCP IP اللي عبي توزع عن طريق هذا الروتر اللي هو 192-168-01 وليس 1-1 هاي ملاحظة مهمة جدا إذن أنا هلأ رح انتقل لأي مستعرض انترنت عندي وغالبا هون عندي أنا الفيرفوكس رح أضغط 192 لاحظ عنوان الـ IP اللي كتبته 192-168-01 وهذا الـ IP الموزع من قبل هالراوتر هاد بضغط انتر فتحت معي الواجهة الخاصة ببرمجة هالراوتر اللي رقم موديله DWR-730 بهذا المكان بضغط admin بالنسبة للباسورد لا تختار أي باسورد نهائيا ومنعمل login رح نلاحظ انه فتحت عندي الواجهة الخاصة بالبرمجة شايفين شباب الـ CPU الميموري وما إلى هنالك من أمور بهذا الراوتر رح ننتقل بهالتبويبات بشكل سريع لنتعرف على أهم الضبط اللي بقدير ساوي بهذا الجهاز إذن الـ Home هون عبيعطيني حالة الشبكة وأنا متصل وشو اسم شركة الاتصالات اللي أنا مشترك فيها وما إلى هنالك وانه connect ولا ما له connect متصل ولا ما له متصل عبيعطيني الـ IP اللي عبيتوزع عن طريقه مثل ما أنا شايفين ولي دخلت أو IP الراوتر الخاص تمام والـ Submask اللي بين إيديه طيب الـ Wizard بهذا المكان شباب فيك تعمل بعض الإعدادات انت بشكل أوتوماتيكي تمام وفيك تعملها بشكل يدوي طبعا هون عميقلك شو هو الـ IP اللي بدك تخلي لهذا الراوتر رح خليه 0-1 مثل ما أنا شايفين رح أعمل التالي تمام شباب منلاحظ أنه هون حاططني أنه أنت في عندك شريحة اتصال من هاي الشركة والـ ABN تبعها اسمه انترنت خليه هيك مثل ما هي نعم خليه مثل ما هي ولا تقرب عليها شباب هذا الراوتر منتلقاء نفسه انتبه منتلقاء نفسه بيختار إعدادات الانترنت وبيفعلها مباشرة بلو التالي وهون بهذا المكان يا شباب رح تكون شبكة الـ Wireless والـ Password الخاص فيها بهذا المكان فيك تغير اسم الشبكة وتغير الـ Password اللي قريناه قبل شوي على الغطاء الخلفي لهذا الصندوق بالآخير منقول له Done عميقلك انت بدك تفعل هالأمور اللي انت ساويتها نعم أوكي استنى ستين ثانية لحتى تتفعل هالأمور هيون نلاحظ انه فصل الراوتر وهلأ رح يرجع يتصل منتلقاء نفسه بعد ما انتهى ورجعني لواجهة الـ Wizard اللي أول شي دخلت عليها عندي تبويب الانترنت بهذا التبويب شباب منلاحظ انه مثل ما ذكرنا شبكة الاتصال فيك تعدل بعض الأمور أنا بنصحك انك تتركها مثل ما هي وما تعدل أي شي عندي الـ 2 أو 3G موديم من هذا المكان أنا تركها أوتو فيك تفعلها أنه 3G أولي أو 2G أولي خلي يا أوتو شباب لأنه حسب بعدك عن برج الاتصال قد تتأثر هذا الموضوع قد ينقطع عنك الانترنت نهائيا بالتالي انت خليه بشكل دائما أنه أوتو عندي السيم وهون بهي الحالة إذا كنت حاطت بين كود للسم وقافلها ببين كود بهذا المكان بتحط البين كود وبتعمله إنابل وبتتفعل السماية لأنه بعض الأشخاص بيكونوا قافلين السماية ببين كود خاص فيهم بنتقل عند تبويب النتورك داخل تبويب النتورك يا شباب هو الـ IP الخاص بهذا الراوتر فيك تغيره تساوي واحد واحد طبعا لا تنسى عبارة الـ Apply الـ DHCP هو الأمر اللي رح يوزع الـ IPات من عند 100 لعند 199 وفيك تغير هذا الرقم فرضا من عند 10 لعند 20 وما إلى هناك طبعا هذا الراوتر يا شباب ما هيستقبل معك أكثر من 10 أجهزة على ما أعتقد حتى أقل لأنه بالنهاية هو راوتر محمول ننتقل عن تبويب الـ SMS وبهذا المكان يا شباب فيك تأرسل رسائل عن طريق هذا الراوتر نعم رسائل SMS لأنه بعض مزودات الخدمة بتسمح لك أنه عن طريق خطة 4G أو 3G تأرسل رسائل أو بالأحرى مو بتسمح لك بعض مزودات كل مزودات الخدمة بتسمح لك بهذا الشي وحتى فيك تشوف الرسائل يلي جايتك سابقا عن طريق مزود خدمة الانترنت وتقرأها وتشوف شو في عليك فواتير وما إلى هناك الـ Wi-Fi تبويب الـ Wi-Fi بهذا المكان شباب فيك تغير اسم الشبكة فيك تغير البث أو الـ Channel الخاص فيها طيب هلأ رح ننتقل فيهم واحدة واحدة منلاحظ أنه الـ Channel فيك تختار من Channel 1 لعند 13 أنا بفضل دائما تثبتها على Channel 1 مثلا تثبتها بشكل دائم بيصير بيبث على Channel 1 ومعاد بيتعارض مع راوترات تانية بهذا المكان خليه 20 و40 ميكسد لحتى تتوافق مع جميع الموبايلات واللابتوبات هون اسم الشبكة مثلا رح سميه حرف D خليه WBA Personal كذلك الأمر خليه WBA or WBA 2 كذلك الأمر Auto كذلك الأمر بهذا المكان خليه TKIP and AES وهذا الكلام بأكد وبرجع بأكد عليه أنه لحتى تتوافق مع جميع المستقبلات الـ Wireless من موبايلات واللابتوبات بهذا المكان بتغير الباسورد الخاصة ببث الـ Wireless اللي بهذا الراوتر بعد ما انتهينا طبعا من هذا المكان فيك تعطل الـ Wireless كليا إذا حابب تخلي هذا الراوتر يتصل فقط على الكمبيوتر عن طريق الكابل عن طريق الكابل فيك تاخد انترنت مثل ما تكون شايفين الآن أنا عم باخد انترنت عن طريق الكابل USB المتصل بهذا الراوتر بلوقع بلاي وبعد ما انتهى منحفظ هالإعدادات بضغط على هالـ X تصغيرة هي وبنتقل عند الـ WBS وبعطلها لا تنسى ما تعطلها لك 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 الشبكة وكذلك الأمر بعد ما انتهى بضغط هالـ X ماك فلتر بهذا المكان صديقي فيك تضيف ماكات أو فلتر لماكات معينة تدخل على هذا الراوتر أو تحجبها عن هذا الراوتر ما حتطرق له الموضوع بشكل كتير كبير مثل ما اننا شايفين ديناي أو اللو اللو يعني اسماح لهدول الماك آدرس بالإضافة طبعا ظهار الماك آدرس اللي احنا شارحين عنه بالقناة عدة مرات أو عدة فيديوهات طريقة اخراج الماك آدرس عن طريق الجوال أو عن طريق اللابتوب أو الكمبيوتر إذن فيك تختار ماك آدرس انه ممنوع يفوت على هذا الراوتر حتى لو معه الباسورد أو تسمح لماكات معينة خمس موبايلات أو ثلاث موبايلات عندك بالبيت ما في غيرهم حتى لو حطيت الشبكة مفتوحة حتى لو حطيتها بدون باسورد ما عندك أي مشكلة هدول الماكات الوحيدين اللي راح يتصلوا بنتقل عند Application فيك تعمل Backup للإعدادات أو فيك تعمل Restore Default انك تعمل ضبط مصنع للراوتر من هذا المكان Frameware Update فيك تسحب له مثل ما بيقولوا Software جديد للراوتر بحيث انك تحدث السوفتوير الخاص فيه Standby Mode فيك تحدد من هون الفترة الزمنية لبقاء الشاشة شغالة أو أمتى يطفي الراوتر وهاي الأوقات انت بتحددها بالشكل اللي بدك يا تبويب الباسورد من هذا المكان الادمن اللي دخلنا فيه للبداية إلى البرمجة فيك من هذا المكان تحط باسورد جديدة طبعاً Old Password بتتركها فاضي و New Password بتحطها وإذا كنت حاطت سابقاً بترجع بتحط القديمة وبتحط الإجداد وبتعمله Apply فرضاً إذا حاببت تحطها Admin Admin وأخيراً تبويب ريبوت لحتى تعمل إعادة Restart نعم وليس ضبط مصنع إنما إعادة تشغيل لهذا الراوتر عن طريق هاي الكبسة طبعاً هاي الواجهة الرئيسية بشكل سريع مثل ما أنا شايفين طبعاً هون بيقلك أنه انت حاطت سيمو في عندك رسائل عدد كذا متصل بالشبكة الفلانية شكراً لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية ترجمة نانسي قنقر